طيب السؤال بانتفر رمضان ليه دايماً بنميل أو بيبقى فيه توجه عام عند اللزوم لما القدر يحطنا في وضع زي اللي احنا محطوطين فيه على الصعيدين على صعيد النادي الأهلي وعلى صعيد المنتخب ليه دايماً أول حاجة تتبادر للأزهان أقصد أزهان صنع القرار هي الاستعانة بمدير فني أجنبي هل دي نتيجة لعدم موجود كفاءات مصرية تتناسب أو تتماشى مع طموحات سواء الفريق أو المنتقى الفريق يعني الفرق المختلفة أو المنتخب بص أنا أقول لك حاجة النادي الأهلي وناس زمالك بيفضلوا من فترة كبيرة جداً المدير الفني الأجنبي يعني من أيام حتى الكاب صالح على الرحم يعني ده حتى كانت تخكرار كمدارس كروية مختلفة يعني كمدارس كروية مختلفة وهو حتى بيشيل إيه بيشيل ضغوط من على المدرب المصري كمان لأن برضا كلمدرب المصري لما بيجي الحقيقة بيبقى يعني الضغوط عليه بتبقى كبيرة جداً جداً فيهم مدربين ما بتحملش يعني زي ما مثلاً في المنتخب كده مثلاً حساب البدري ما هو ميسك منتخب الضغوط عليه كانت رهيبة مع أنه مخسرش هو لعب كل مبارياته مخسرش فهي دي يعني السبب الرئيسي إن الدراطي الحقيقة إذا كان نادي الأهلي أو نادي الزمالك بيتجهوا لي المدير الفني الأجنبي عشان دي واسي ترجمة نانسي قنقر